لما قلت للماما أنا حلمي أن أكون موزيعة ماما قلت لي عيشي على حلمي كانت فكرة أن أنا هقف بتاع لأ اشتغلت على حلمي لما ده كده نوعي تحقق أنا الواضح أنا راح مخالد أنا بسي براود اللي مامتي فعلا في البجال ده لأنه لقد كنت لما كنت نسلني أربعين يوم كنت شعر يعني لما أكبر كده كنت شعر أتكلم ماما هي خدتني على طول اتكلمت معايا كانت هدفة لها توصلني لقدرات لأي طفل في سلني بس طبعا هم كنا شايفين إن الصفل ده ممكن يعني يعمل حاجات كتيرة جدا زي تميت مهارات الحلقية والمعرفية زي مثلا التدخل المبكر التخاطب كل الحاجات دي في البداية مهمة جدا بالأول كانت الناس فعلا كانت شايفة إن إن يعني إن حد زي يعني ما لوس حق في الحياة موسيقى دايما في الأول بيسلموا على إخوتي في الأول بيسيبوني أنا في الآخر دابعا الماما بتقول طب ورحمة مش هسلموا عليها ابتدوا واحدة واحدة ابتدوا يتجاوبوا معايا ويسلموا عليها موسيقى كانوا عندي تقريبا يعني سبع سنين ثمان سنين حاجة زي كده خمس سنين كنت دايما قالها وأهلي على طول بنسافر عشان بنسافر وكل مرة في بحر فدايبا قالها وإخوتي بنزل للبحر بعد كده بيوضوا على الشاطئ ويسيبودي أنا بقى بقى زعلنة جدا بقى عايزة أنزل للبحر بجنن لما بشوف البحر فبجري جرت منها منزل للبحر للبحر ما بخافت علي وقالت لا لازم نعلمها السباحة موسيقى لما بدأت لتدريبات كان وقتها كان عندي سبع سنين ابتدت الضرب واحدة واحدة وإن أنا بطيدي ألعب مع المدرب وإن أنا أستجنب مع المدرب لحد ما جالي أول بطولة كانت فرق واربعة تقريبا كان وقتها كان عندي ثمان سنين كانت قالها بنسك هتبقى بطلة وفعلا لو قدت تستورت بلعب 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 لا لحد ما جبت يعني لحد ما إيه؟ ما لمست الحياة استليل التطويق ليت أول اسمي الرحمة خالد مركز أول ماما هتبصك بجد يا منت اللازينة جبتها إزاي دي؟ يا منت اللازينة فبتديت بقى إن أنا بتدي أسياف البطولات يعني كل بطولة الجمهورية بجيبتها مركز أول الحمد لله لحدنا في 2010 جبت فيها أربع مداليات أنا أصحى فاجلة أمدر بعد كده أروح للمدرسة بعد كده أروس ووجي بيت وبعد كده أرجعتني أمدرب بالليل فطبعاً دا كان حاجة جميلة جداً لأننا المدرسة مخلش مطلوبة تالي حاجة في الإزاعة الإزاعة لأن أنا كنت أحبّى البجل دا قوي يعني تقريباً هو حلمي دا كان حلمي كتير يعني كانت أشتغلت على حلمي بقيتوني أشتغلي على حلمي أشتغل أشتغلي على حلمي أشتغلي على حلمي بتغير كتير أشتغلي على حلمي أخذ دوراتي صباح الخير على الجاس الحلوة وعلى كل الناس يمتقين يتفرروا علي الحمد لله إنه يالتي فخورة باية وأنا مبسورة أبدأ قوي ونفسك جداً يعني زيت فخرهم باية أكتر لازم تعودوا وتتفرجوا عليها جابت جداً وتستفادوا من كل معلومة الدكتور حيقولها لأنه فعلاً تبقى حاجة جميلة جداً وتبقى مفيدة لنا للدوء الأعاقة أي إنسان من كدرات مهما كانت بسيطة لازم تتقدر وكمال تحترم اللي باختلافنا ونكمل بعض معاً ما استطيع أحباكم قوي قبوصة كبيرة لكن كبيرة قوي 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 موو مو موسيقى 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 موسيقى